موسيقى قصة الموجود هي قصة العقل مع القلب وهذه مشكلة كبيرة تناقض بين المنطق وبين العاطفة مع تفاصيل كتير في تعريف المنطق وتفاصيل كتير في تعريف العاطفة وتفاصيل كتير في الإيمان بالمنطق وتفاصيل كتير في الإيمان بالعاطفة واستخدام كل منهم واستخدام الإنسان للأشخاص التانية بالمنطق أو بالمعرفة قصة الوجود قصة متشعبة لا تنتهي زي أي قصة ما بتنتهيش بمجرد حكيها ولكن بتستمر مع التساؤلات الكتير عنها كل يوم وكل ما يطرح الوجود عشان كده أنا عملت السلسلة لأنقل تجربتي إلى الآن في رحلة المحسين أهلا بكم في القناة نتكلم اليوم في أول حلقة من سلسلة قصة الوجود ونتكلم فيها التصورات عن الإله وعن غيره والتصورات الاجتماعية ولكن التركيز الأجمال سيكون عن الإله في الأديان القديمة وفي الحضرات وفي أديان الشرق وفي أديان البرعلمية الإيمان وده هيفتح مجالات كتيرة الكلام من سيكولوجية الإنسان نفسه ودول المجتمعات في تقديم الأفكار ونظائف المعرفة وإن وزع النفسية وحياة كتيرها شخصيا وإن كل شيء قابل للنقاش بفهوم الصح والغلط تأويلات ذاتية والتأكيد على التجربة الفردية والبحث ليست دوم أنا السنت الأول مراحل التفكير لثلاث مراحل مرحلة الأول مرحلة التساؤلات مرحلة الثالثة السراع والغلط وهي الشخص الذي يفكر أو المتفكر أو الاختلاف أو المتفاسر أو أين كان مسمى مرحلة الأول الطفولة وهي مرحلة التعبئة الشعورية وما فيش فيها أي معالجات عقلية إلا نادرة فبحكم القدرة بتاعت الطفل تأثر كتير جدا على الإنسان في التخلص من المشاعة دي إن حاول إنه يتخلص منها مرحلة الثانية التساؤلات تبدأ بالشك في شيء بسيط بسبب خلل منطقي أو إنساني في موقف أو شخص أو أين كان وأحيانا كتير بتحول هذا الشك إلى غضب معرفي أو غضب نفسي المرحلة الثالثة هي الصراع والغربة صراع الجواني وعن مجتمع والغربة بتكون عن الذات وعن المجتمع عن الاختلاف اللي بيحدثه التفكير هو تحريك بديهيات ومسلمات وإنزالها من علياها والمنقشة معها والجدال معها وأحيانا كان السخرية منها وسط المراحل دي في تفاصيل كثيرة جدا هنتكلم عنها واحدة واحدة بشكل منفصل لكن دوما يعيش الإنسان على حبكة والحبكة من خصائص القصة حتى لو كانت الحبكة غير معروفة بالنسبة للشخص لأنه يجب أن يكون له حبكة مظمونة وهناك حبكة مطوقة وإلخة من أنواع الحبكات قصة الوجود كانت تبدأ دوما بنبض من العقل لأن النبض بيحرك المعرفة القبلية القبلية هي معرفة البيئة والقدرات البيئيليوجية وعيلتك ومدرستك وإلخة جنسك قصة وجودك أنت شخصية نحن جوا رأس كبيرة تسمى العالم أو المجتمع أو أي أن كان وهذه المعرفة التي أخذتها تؤثر على طريق تفكيرك وده في المراحل الأولى اللي تكلمت عنها الطفولة أو حتى بتأثر عن أماكن اللي الشعورية اللي موجودة جواك عشان كده أنا بقصم المتفلسفين أو المتفكرين أو المختلفين أول اللي نفكر أو أين كان المسمى إن هو شخص شك لأن فيه خلل منطقي بسيط جدا حصل من حدثة أو منقف أو شخص أو أين كان فتسلسل بعد ذلك الأشياء الأسئلة أكبر وأكبر وأكبر وهو إما بيكمل وإما بيبتعد عن الأسئلة اللي بيكمل بيتعرض غير المتاهات الفكرية لصراع مع مجتمعه ويكمل بيتعرض غير المتاهات الفكرية لصراع مع مجتمعه ولو ابتعد بيظهر الأمر مؤقت وكامل وبيظهر مع أي حادث يرجله أو يهزه الشكل الثاني من الأشخاص هو شكل لا يصار من أي شيء يجعله يشك أو يغير تفكيره وقوة الخوف عنده أعمق من أي قوة أخرى المراحل اللي بتيجي بعد الإنسان يفكر وفيها أنه مراحل كتير جدا إما إن هو يكون معلوماتي متزمت يريد إثبات ما هو يعتقده مجتمعه أو ما يضد هو ضد مجتمعه وإما يبحث عن معنى بالفعل والتفادثة التفكير كمان في المواضيع بيبدأ من إله مهما تم الابتعال عنه ومحاولة العمي عن ذلك لأنه أكبر مقدس وموجود ويرد له في المخيال الجامعي كل شيء فيه تصورات كتير عن إله فيه تصور إثبات ما يقوله في المجتمع تصور رؤية خاصة للشخص الأرسل ويقبل من خلال هذه الرحلة للأراءة الأخرى وهذا من التجربة لها من تنظير التسامح المحبة كمان هنتكلم في السلسلة عن مفهوم النوازع الأفكار النوازع الشعورية للأفكار وده مهم جدا في مساعدة ملء الأفكار لمشاعر معين كمان منفعة الأنوية كمان الموضة كمان الوراثة ونبدأ ببعض الإشارات عن حقول الفلسفة ونظرات نظراتها إلى إشكاليات قديمة أو تصورات إلى النظرات الفلسفة الحديثة مثلاً ممكن تكون تاع أو جهد للتفكير في الإله وممكن أن تدل الأخصان البعيدة على الجذر يعني مثلاً كافزة ديكارت أنا أفكر إذا أنا منبود والتنميز بين العقل والجسد وبين الإيمان والعلى وبين الدين والعلم كمان الفرق في حقب الفلسفة بين تغيير نوع الدجمة أو تخريفها من إخراض الله نحيز الإيمان المطلق أو الحال البرتق إلى فكرة الرحلة